في البداية أنا حابب أعرف تقييم حضرتك للوضع الحالي في القطاع العقاري في مصر وخصوصاً عشرين تلاتة وعشرين وإحنا دخلين على يعتبر نهاية الربع الأخير من السنة والنهاية أو ختام أعمال القطاع العقاري في مصر تمام هو السنة دي يمكن سنة يعني يعتبر سنة سعيدة أو سنة فيها كان إنجازات فيها طفرة قوية جداً جداً في سوق العقاري وده لي أسبابه طبعاً بس السنة دي من السنوات اللي احنا منشهد فيها طفرة قوية جداً جداً لسوق التسويل العقاري وسوق المطورين وعملت النشاط العقاري في مصر السنة دي لا مزدهر الحمد لله جداً حركة البيع والشراء حال حضرتك راضي عنها خلال هذا العام؟ ده هي عاملة راكردز يعني السنة دي يمكن هيبقى فيه راكردز ما تعملتش قبل كده في السنة العقاري ما بيروجه البعض إن السنة دي سنع فيها حلة من التباطؤ لا هو ممكن التباطؤ يبقى كوضع اقتصادي لكن هو ده بيصبه في مصرحة العقاري يعني خلينا نقول إن التخوف أو التخوف من الوضاع الاقتصادية أو الظروف اللي ممكن البلد بتمر بيها ده بيسبب نشاط ملحوظ جداً جداً في العقاري يعني هو بتبقى علاقة طردية يعني هي أكثر مناطق اللي ممكن حالك تبقى شايفة إنها شهدت أكثر جذباً لحركة البيع والشراء أو كان عليها الإقبال أكثر في البيع والشراء طيب يعني إحنا مصر متجزقة دايماً فيه هوت سبوتس دايماً هي بتاخد مصيب الأسد اللي هي التجمع التجمع الخامس وكل الملحقات بيها من أول بقى عندك مدينة المستقبار التجمع الشروق والعاصمة ده الإكستانشن بتاع المنطقة دي اللي هناك فدي تعتبر دايماً هي بتحوز على نصيب العالي في المباعد بيجي بعديها الساحل الساحل الشماري السنة دي كمان محاصر فيه طفرة قوي جداً جداً وكان فيه طلب ملحوظ جداً والأول سنة نحسها طلب ملحوظ من الخليج بالأخص وده عمل طفرة في أسعار الساحل الشمالي ثم بتيجي بقى مناطق زي 6 أكتوبر والنيو زايد زي ما يقوله أو زايد الجديدة ثم بعد كده بقى مناطق الأخرى ما بين بقى سواحل وما بين زي كان بقى السخنة والغردقة والبحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر